أهم ثلاث دوال لازم تتعلمهم لو أنت عايز تبقى محترف في برنامج الإكسل لأن الدوال دي هتستخدمها يوميا في شغلك ومش هتقدر تستغنى عنها في الفيديو ده بقى هشرح لك الدوال دي بترية بسيطة جدا وهنعمل مثال عملي لكل معادلة عشان تفهمها بسرعة يلا بينا أول دلة معنا وهي دلة F تعالا كده نشرحها في مثال عمل على طول عشان تفهمها كلمة F يعني لو وكلمة لو يعني شرط معنى كده أن في شرط أنا هقوله للإكسل والإكسل اللي هيدور لي عليه طب إيه الشرط اللي موجود في المثال اللي قدامي ده الشرط اللي موجود اللي أنا هقوله يا إكسل لو لقيت مجموعة طالب اللي هو اسمه أشرف أكبر من الخمسين اكتب لي اللي هو طالب ناجح طب لو لقيته أقل من الخمسين يبقى اكتب لي اللي هو طالب راسب طب هنعملها إزاي بقى بدلة F هنيجي هنا في الخنة بتاعة الحالة وهنعمل يساوي ونكتب كلمة F ونفتح المعادلة كده أول حاجة هتلوها معايا اللي هو الشرط بتاعك الشرط بتاعك الشرط بتاعي مجموعة طالب ده هعلم على الخلية اللي فيها مجموعة طالب أكبر من خمسين وده كده الشرط بتاعي بعد كده هعمل كومة هيقول لي value if true لو لقيته فعلا أكبر من خمسين أعمل لك إيه فأنت هتقول له اكتب لي اللي هو طالب ناجح عشان تكتب كلمة ناجح هتعمل علامة التنسيس دي وبعد كده تكتب كلمة ناجح هيقول لك بعد كده value if false طب لو لقيت مجموعة طالب ده أقل من خمسين أعمل لك إيه فأنت هتقول له اكتب لي اللي هو طالب راسب بنفس الطريقة هتفتح علامة التنسيس وتكتب كلمة راسب تمام وتقفل علامة التنسيس تاني وبعد كده تقفل الكوز بتاع المعادلة بتاع اف وتدوس انتر هتجي هنا تلاحظ ان هو كتب لك ان هو طالب ناجح ليه لأن المجموع بتاعه أكبر من خمسين طب تعالى بقى نشوف باقي الطلاب مثلا الطالب ده مجموعة أقل من خمسين تعالى نشوف المعادلة هتتحقق فيه ولا لأ بدل ما جاء اكتب المعادلة من أول تاني هنا لأ هاجف الخلية اللي أنا لسه عامل فيها المعادلة واجه على حرف الخلية وهتلاقي شكل السهم بيتغير معك هتدوس عليه بكليك شمال وتسحب لتحت عشان يطبق لك المعادلة في باقي الخلية هتلاحظ اوضن الطالب اللي بعديه مجموعة أقل من الخمسين فكتب لك قدامه راسب وبنفس الطريقة اللي أكبر من الخمسين هتلاقيه قدامه ناجح واللي قال لي من خمسين هتلاقيه قدامه كلمة راسب التدلة اللي بعد كده وهي دلت فيلوك أب وركز او في المعادلة ده عشان هتستخدمها كتير في شغلك خصوصا لو انت شغال في شتات اكسل اللي فيها بيانات كتيرة جدا يعني مثلا أنا عندي هنا بيانات ألف موظف أنا كاتب لهم هنا الكود وهنا اسم الموظف وتاريخ التعيين والوظيفة فأنا مثلا عايز أجيب بيانات موظف من ضمن الألف موظف دول أكيد يعني مش هنزل أدور في الألف يجي هنا بقى وظيفة المعادلة فيلوك أب طب ودلة فيلوك أب دي هنقول للإكسل اللي بها إيه هنقول له يا إكسل أنا هكتب لك كود الموظف في الخلية دي وانت كل اللي عليك هتدور لي على الكود في وسط البيانات دي كلها وتجيب لي اسم الموظف بتاعه وتاريخ التعيين والوظيفة طب تعالي نشوف الإكسل اللي هيعمل كده إزاي هاجي هنا مثلا في اسم الموظف واعمل يساوي واكتب معادلة فيلوك أب وافتح المعادلة كده تمام أول حاجة هتلومها معي اللوك أب فاليو القيمة اللي انت عايز تدور بيها أنا عايز تدور بيه بالكود بالكود اللي أنا هكتبه في الخلية دي فأحدد الخلية اللي أنا هكتب فيها الكود وبعد كده هعمل الكومة تاني حاجة هتلومها معي اللي هي قاعدة البيانات بتاعتي قاعدة البيانات بتاعته اللي هي المكان اللي فيها الكود واسمه الموظف والبيانات بتاعة الموظف كلها. اللي هي الجدول ده. فحدد على الجدول كله كده. وبعد كده هعمل كومة. تمام? بعد كده هطلب معي الكلام اندكس نمبر. اللي هو العمود اللي فيه الاجابة. ادي مسلا الكود بتاعي موجود في عمود رقم واحد. وانا هنا عايز اسم الموظف. يعني اسم الموظف موجود في عمود رقم اتنين. فهكتب رقم اتنين اهو. وبعد كده هعمل كومة. وبعد كده هدوس zero enter هنلاحظ اللي هو جاب لنا علامة ال N ايه دي دي معناها إيه لأنا لسه ما كتبتش المعيار بتاع اللي أنا بدور به لو جيت هنا كتبت A واحد اللي هو الكود هتلاحظ ان هو جاب لك اسم الموظف اهو اللي هو أشرف اللي هو A واحد طب لو كتبت A اتنين هتلاحظ ان هو جاب لك الاسم البعدي اللي هو أحمد اهو طب تعال بقى نجيب تاريخ التعيين والوظيفة هجي هنا عند الخانة بتاع تاريخ التعيين واعمل يساوي واكتب المعادلة بتاعتي اهي هو افتح المعادلة كده هيتطلب مني اللي هو الكيمة اللي أنا بدور بيها أنا بدور بالكود اللي أنا بكتبه في الخلية دي فأحدد على الخلية اللي أنا هكتب فيها الكود وبعد كده هعمل كومة هيتطلب مني اللي هي قاعدة البيانات بتاعتي قدي البيانات بتاعتي موجودة في الجدول ده فأحدد على الجدول كله كده وبعد كده هأعمل كومة اطلب مني الكولام الديكس نبر زي ما اتفقنا ادي الكود موجود في عمود رقم واحد واسم الموظف في عمود رقم اتنين وتاريخ التعيين اللي انا عايزه موجود في عمود رقم تلاتة فهكتب رقم تلاتة وبعد كده هعمل كومة زيرو وادوس انتر اتلاحظ هون هو جاب لك تاريخ التعيين بتاع الموظف اللي هو احمد واحد تمانية عشرين تلاتة وعشرين فلو جد هنا غيرت مثلا ايه تلاتة اهو هتلاحظ ان هو غير لك واجاب لك بيانات الموظف محمد وتاريخ التعيين اللي هو اربعة تمانية عشرين عشرين ونفس الطريقة بقى طبقها في الوظيفة وانا هسيب لكم الخانة بتاعت الوظيفة فاضية عشان تطبقها انتوا بنفسكم عشان تتعودوا على المعادلة الدلة اللي بعد كده وهي دلة صام اف وبرضه من الدول اللي هتستخدمها كتير في الاكسل كلمة صام اف يعني اجمع لي لو تعالا كده نطبقها على المثال اللي قدامنا ده انا عندي هنا ثلاث فروع والفروع دي بتاعمل مباعات فانا عايز اقول لالاكسل دورلي على الفرع مثلا واحد هنا ولو لقيته عامل مباعات اجمعه لي من المكان ده تعالا كده نشوف هنعملها ازاي انا مثلا عايز اجيب اجمال المباعات للفرع رقم واحد فهاجي هنا عند الفرع رقم واحد واعمل يساوي واكتب معادلة صام اف وبعد كده افتح المعادلة بعد كده هيطلب مني اول حاجة الرنج الرنج بتاعك انا الرنج بتاعي اللي هو الفروع فاحدد على المكان اللي في الفرع كلها اه وبعد كده هعمل كومة بعد كده هيطلب مني الكريتيريا الكريتيريا دي اللي هي المعيار اللي انت هتدور فيه بين الفروع دي انت عايز تدور على ايه انا عايز ادور على الفرع رقم واحد اللي انا كاتبه هنا فاحدد على الخالية اللي فيها فرع رقم واحد وبعد كده هعمل كومة بعد كده هيطلب مني السوم رنج المكان اللي انت عايز تجيب منه اجمال المباعات بقى فانا اجمال المبعات موجودة في المكان ده فاحدد المكان اللي فيه اجمال المبعات وبعد كده هدوس انتر هتلاحظ كده ان هو جاب لك اجمال المبعات بتاعت الفرع رقم واحد وهي 5000 وعشان تتأكد قد الفرع رقم واحد عامل هنا مبعات ب2000 وهنا ب1000 وهنا ب2000 وكده مجموعهم يبقى 5000 وعشان تجيب بقى اجمال المبعات بتاعت فرع رقم اثنين بنفس الطريقة هتجي تقف هنا وتعمل يساوي وتكتب المعادلة بتاعتنا اللي هي sumf وتفتح المعادلة كده فاول حاجة هتحددها الرنج بتاعنا اللي هو الفروع وبعد كده هتعمل كومة بعد كده هتحدد الكريتيريا اللي هي الفرع رقم اثنين فهتحدد على الخلية اللي انت كاتب فيها فرع رقم اثنين وبعد كده هتعمل كومة وبعد كده هتحدد الصم رنج بتاعك المكان اللي هو هيجيب لك فيه منه اجمال المبعات فانت هتحدد على المكان اللي فيه اجمال المبعات اهو وبعد كده هتدوس انتر هتلاحظوا ان جاب لك اجمال المبعات بتاعت فرع اثنين اللي هي 6000 ادي هنا فرع اثنين عامل مبعات بتلات تلاف وهنا مبعات بتلات تلاف يبقى مجموعهم 6000 وهسيب لك بقى اجمال المبعات فرع تلاتة انت تجيبها بنفسك عشان تتعود عليها وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا اتمنى ناس كتير تكون فهمتنا والشرح يكون بطريقة بسيطة وعجبكم ولو فعلا اعجبكم ما تنسوش تعملونا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكو في اللي جديد معنا